لقاء رائع قدته لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة في إطار 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة كان بقيادة أستاذ سيد دكتورة سوزان القليني وكانت ضفتنا دكتور ليلى عبد المجيد والشيخ أسامة الأزهري زميلة الإعلامية سارة حازم والزميلة الإعلامية نهال طايل مجموعة مهمة جدا من الموضوعات اللي فعلا قدموا من خلالها رؤية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف ضد المجتمع كله ويجي اليوم اللي يتحقق فيه السلام والحب والخير بين الناس كلها كان لقاء مهم ومجموعة من التوصيات اللي يا رب بتدخل حيز التنفيذ حضرت طبعا أستاذ دكتورة مونة الحديدي وحضر باقة من الإعلاميين وكل أعضاء لجنة الإعلام في المجلس القومي للمرأة دكتورة أسماء عبد الشافي ودكتورة لوبن خيري دكتورة ريهام مبابي أستاذة هيبا باشا أستاذة مونة نشأة أستاذ سيد الحراني أستاذة عصمت أستاذة هودا رشوان دكتور سامي الشريف أستاذتنا الكبار العظماء يا رب تكون اللقاءات دي مؤثرة وليها ثمار جيدة ويكون نلاقي مردود وأثر وتكون ذكريات كلامنا عن العنف ويتوقف العنف ضد المرأة تحديدا ويتوقف العنف